اشتركوا في القناة احالة المعنيين بالامر على غرفة الجنايات الابتدائية جاء بعدما انهى محمد الطويلب قاضي التحقيق بالغرفة الاولى المكلف بالبث في جرائم المالية التحقيق التفصيلية مع المتهمين حيث قرر متابعتهم من اجل اختلاس وتبديد اموال عامة وتوبع المتهمون الثلاثة حسب المعلومات التي حصلت عليها كود بناء على شكاية تقدم بها ادريس الازمي الادريسي الرئيس السابق لمجلس جماعة فاس يتهمهم باستغلال المحطة الطرقية باب المحروق للمسافرين بدون وجه حق الشكاية التي تعود الى سنة 2018 اكدت ان المتهمين تعمدوا الى احتلال المحطة الطرقية للمسافرين بفاس رغم ان لا تربطهم اي علاقة بالجماعة ويقومون باحتلال الابواب الرئيسية للمحطة لولوج وخروج الحافلات باستخلاص الرسوم والاتوات بدون وجه حق لحسابهم الخاص وذكر الرئيس السابق للجماعة ان المعنيين بالامر نصب وانفسهم محاسبين عموميين منتحلين في ذلك صفة موظفين عموميين تابعين لجماعة فاس مما شكل حرمان الجماعة من مواردها المالية ترجمة نانسي قنقر